عندنا ايه؟ عندنا موضوع جميل جدا بيخص الشباب لانه الشباب هو وقود الامة والشباب دايما متجدد وعنده افكار وعنده تموح وطاقة طول الوقت لانه الشباب وفيه كتير بقى من الشباب بيبقى نفسه يكون صاحب شركة وانه من خلال الشركة دي يحقق ذاته ويكون عنده مشروعه الخاص يقدر يأمن به مستقبله لكن الحلم بيبقى صعب نظرا لظروف الاجراءات والشروط التعجيزية اللي بتبقى عادة يعني او في كتير من الاحيان بتبقى محبطة للشباب ودايما يعني بالرغم من كده كانت بتقابل يعني خلال نقول بنوع من الايه الكاسة اللي بقى خلاص انت بتلاقي قدامك معوقات فبتصرف النظر تشوف بقى انا هشتهل شغلانة يعني وظيفة معينة وابعد بقى عن الافكار اللي عندي فعايز اقولكو انه الحلم ده ما بقاش مستحيل زي زمان اصبح اسهل بكتير مما تتخيل وده لانه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في اجتماع مبارح مع الدكتور مصفى مدبوذي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتأسيس الشركات عن طريق الاختار فقط واناكد تاني ده اختار يعني اجراء جديد بيطرح دلوقتي للشركات النشأة من خلال منصة الكترونية بيتم انشأها لهذا الغرض ومش كده بس كمان وجه الرئيس السيسي بازالة جميع المعوقات امام شركات النشأة اللي لسه بتشوف النور ورواد الاعمال بيبع عندهم افكار وعايتين يترجموها لمشروع الحقيقة قرارات مهمة جدا وتفتح الطريق قدام الشباب وكل حد عنده فكرة للمشروع انه يتقدم بطلب على الموقع اللي هيتم انشأه لفتح شركته المستقبلية التوجيهات دي هتسهل كتير جدا على المستثمرين ورواد الاعمال من اصحاب الافكار النجحة انهم يبدأوا في تكوين شركتهم عشان يكونوا سبب في لفت انظار المستثمرين الاجانب لبلدنا واللي بدورها بتساعد على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وحياة شفنا في الفترة اللي فاتت نمازج لمشاريع شباب اصبحت بتحصل على تمويل اجنبي وتمويل استثمارات محلية نظرا للافكار الجديدة المتجددة في قطاع اللوجستيات خطاعات كتيرة مختلفة اصبحنا يعني بننافس شركات عالمية ولكن من خلال مشروعات وافكار محلية عايز اقول لك يا جاد واقول السادة المشاهدين ان الاجتماع ده كان مهم جدا لانه في قرارات هامة وجه بها رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع الهام وده كان بالامس كان مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات طبعا احنا لما بنقول وزير الاتصالات لان احنا بنتكلم على فتح وتأسيس شركات كمان ايضا امر الساد الرئيس بالسماح بفتح شركات افتراضية او اللي بيطلق عليها الاي كامباني الاي كامباني دي ما فيهاش اي تقييد بضرورة ان يكون فيه مقر فعلي للشركة دي القرار ده هدف الهدف منه الهدف منه انه هما يوفروا نفقات ويسهلوا على اصحاب اصحاب النوع ده من الشركات مش كده وبس ايضا امر الساد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسهيل شروط اقامة شركات الفرد الواحد يعني واحد يعني الشركة وانه يتوسع في اقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة ايضا الرئيس ابدأ امر بتوجيه بيهم كتير من اللي بيفكروا ان هما ينشئوا شركات خاصة هو ان الحكومة ضروري جدا انها تقوم بعملية توسيع من الاعفاءات الضريبية للشركات الناشئة وايضا امر الساد الرئيس بضرورة تسهيل عمليات استيراد المكونات الالكترونية للشركات المتخصصة فيها وادراجها ضمن القوائم البيضاء من دون قيود او شروط تعجزية ووجه الساد الرئيس بالتوسع في منحة مبادرة مصر الرقمية واللي بتستهدف اوائل الخرجين من الجامعات المتخصصة ده بالاضافة للبدء الفوري في مبادرة اجبال مصر الرقمية واللي بتساعد في تدريب طلبة المدارس المتفوقين في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل التوجيهات دي اللي احنا قلناها واللي اصدرها الساد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبارح التوجيهات دي لها سبب واحد بس السبب انه هو بيزيل كل الصعوبات والتعقيدات اللي كانت موجودة قبل كده واللي بدورها كل التسليلات اللي احنا بنقول عليها دي هتقضي على ايه؟ على البيروقراطية في مصر لان احنا من ضمن مشاكل مصر وهي البيروقراطية القرارات دي هتساهم في حل مشاكل كبيرة جدا هتساعد الشباب تحديدا انه هم تفقلوا بقى بالمستقبل يحسوا ان فيه رئيس بيفكر فيهم كل همه انه يكونوا سبب في تقدم ونهوض مصر ان شاء الله بيديهم ان شاء الله ان شاء الله يعني اكتر من بندة ذكرتين موضوعا مش همطالب ان انت يبقى عندك مقر للشركة اعفاءات ضريبية تسليلات كل قرارات التعجيزية كل ده خلاص انت بس مجرد ما بتروحي تطلع السجل تجاري يعني بيطلع عينك بداية القصيدة بتبقى يعني اللي هو ده خلاص اروح بقى ايه وبالها شركة فاعتقد الحاجات دي كلها هتسهل كتير جدا ان شاء الله وتشجع شباب ان هم يطلعوا الافكار الحلول عندهم ويطبقوها لمشاريع ان شاء الله ان شاء الله ازن الله